النهاردة أيضاً اتحاد كرة القدم أرسل خطاباً إلى النادي الأهلي يفيد بأحقية مشاركة محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق في المباراة المقبلة أمام سموحة في قبل نهاية بطولة كاس مصر ويأتي خطاب الجبلية وفقاً لمراسلة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بانتهاء إيقاف اللاعب يوم 11 يناير من الشهر الجاري ومنح مهلل 2 فبراير المقبل لتزديد الغرامة المالية الموقعة عليه بالإضافة إلى غرامة التأخير الخمسة في المية وأنه هو برضو يقول الأسباب اللي خلته أنه ما يدفعش الفلوس حتى الآن وجاء خطاب الاتحاد المسل لكرة القدم رداً على خطاب النادي الأهلي الذي استفسر عن موقف اللاعب من لعب المباراة لحين صدور قرار جديد من الاتحاد الدوري لكرة القدم وزي ما حضراتكم عارفين اتحاد كرة القدم الدولي قد أبلغت تحاد كرة القدم المصري بأن محمود عبد المنعم كهرباء لاعب النادي الأهلي انتهت فترة إيقافه يوم 11 ومن حقه المشاركة بشكل طبيعي زي ما حضراتكم شفتوا كده الجدول في المباراة القادمة مع النادي الأهلي وقتما انتهي عقوبته العقوبة اللي كانت مقررة على اللاعب وإيقافه لمدة 6 أشهر بدءاً من يوم 11 وبالتالي يوم 11 يناير كان آخر يوم في الوقف لمحمود كهرباء وبالمناسبة النادي الأهلي بيطبق اللوايح والقوانين النادي الأهلي ليس طرفاً في هذا الأمر النادي الأهلي بيطبق اللوايح والقوانين أنا عندي لعيب اسمه محمود عبد المنعم كهرباء كلنا بنحبه كلنا وقفين في ظهره كلنا كل حاجة بنسنده معنوياً وكل هذه الأمور ولكن في النهاية النادي الأهلي ليس طرفاً في هذا الأمر فمحمود كهرباء عمل ايه النادي القالي عمل ايه بما انه عايز يشرك محمود كهرباء بعد جواب للاتحاد المصري هو اللي يتولى هذه الامور انا ماينفعش ابعت للاتحاد الدولي مرة واحدة بعت للاتحاد المصري ماينفعش اخب الخطاب فطلع الخطاب وبعت للاتحاد الدولي فالاتحاد الدولي قال له ارجع لأول خطاب وشوف انا قلتلك ايه فالاتحاد المصري بعد جواب النهاردة قال فيه يا جماعة الكهرباء يلعب لغاية واثنين يوم من اثنين فبراير وبعد كده يحصل اللي يحصل طيب لو كان اتحاد المصري بعدما استشار الاتحاد الدولي رجع الاتحاد الدولي قال له مايلعبش والنادي الاهلي كان هيعمل ايه؟ ما كانش هيلاعب الكهرباء الامر ليس بيد النادي الاهلي النادي الاهلي ليس طرفا في هذه الازمة وإحنا كلنا بنقول هذا الكلام من اول يوم النادي الاهلي ليس طرفا احنا كجمهور بنحب كهرباء وعايزينه يلعب وكل حاجة ولكن نادي الأهلي ليس طرفا في هذا الأمر كل اللي عايزينه ايه؟ ان احنا نشوف كهرباء في الملعب كجمهور يعني عايزين نشوف كهرباء في الملعب دلوقتي من حقه يلعب لغاية لما نشوف 2 فبراير ايه اللي هيحصل في هذا الأمر وبعد 2 فبراير يحلها ألف حلال حمد الله على السلام يا كهرباء اتمنى ان يكون لكهرباء دور خلال الفترة القادمة حتى لو هيلعب ماتش واحد بالنسبة لي يلعب ماتش واحد ما عنديش مشكلة ما عرفش هل هو فنيا موجود مش موجود ما حدش يعلم هذا الأمر بكرة حيبان ان شاء الله في مباراة سموحة ولكن ان شاء الله موت نفسك عشان بالفعل كل جمهور النادي الأهلي بيحبك يا كهرباء وعايزك تظل دائما تشارك في المباراة ربنا يا كريمك وموت نفسك لانك تستطيع ان شاء الله لو تم لو كنت موجود ان شاء الله بكرة في مباراة الأهلي واسموحة